بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل هذه المحاضرة لتطبيقات Linear Momentum Equation والنهاردة هنأخذ بحسب الفورس على ريشة منحنية كتا تكونيش تكمبريسر ريشة تربينة أو أي سطح منحنة الخطوات اللي أنا بمشيها زي ما احنا شوفنا هنمشيها step by step أول حاجة أنا عندي السريان عندي يونيفورم بالنسبة بتاعته يونيفورم فولوسي سريان ستيدي باختار الكنترول فوليوم بتاعي بحدد الـ X والـ Y بتاعنا وبقول أنه عندنا شروط اختيار الكنتروليوم السرعة عمودية على المساحة سواء في الدخول أو في الخروج فأنا عندي الشيء اللي ريشة هنا منحنية بزاوية سيتا يبقى أنا عندي الفيديو بيتميل بزاوية سيتا مع الهوريزونتل بابتدأ طبق نوات الكنترول فوليوم اللي أنا اخترته بطبق عليه معادلة الـ Linear Momentum Equation بطبق المسكونسرفيشن فأنا الـ Linear Momentum Equation Summation of Force بيساوي التكامل رو VVDA For Mass Conservation أنا عندي السرعة اللي خارجها من النوزل سرعة المية هي لدخل الكنترول فوليوم هي اللي خارجها إذا كان السطح عندي سطح سموز معدل السريان سابت من المسكونسرفيشن A نوزل V نوزل بتساوي A1 V1 بتساوي A2 V2 طالما إنه السريان سريان سريان ستيدي أو سريان مستقر لما جا طبق المومنتم هنا هيبقى عندي في الـ X Direction أبتدي أشوف القوة اللي موجودة عندي في الـ X Direction هل في عندي بريشر فورس لقا عشان ده External Flow هل في عندي بادي فورس لقا باقي أبص الـ Rate of Change of Momentum لما نيجي نبص عندنا الـ Rate of Change of Momentum باتجاه X يبقى ناقص رو 1 A1 V1 V1 زائد لما نيجي نشوف في الخروج هده عندنا رو 2 V2 V2 هتتحلل هنا إلى رو A1 V1 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 كوزين سيتا لأن دي السيتا عندي وهتتحلل هنا رو 2 V2 V2 سين سيتا تعال كده نبص مع بعض هده عندي هنا دي في اتجاه الـ X Direction أيبقى الإشارة مجابة زائد رو 2 V2 V2 كوزين سيتا هل فيه قوة في اتجاه الـ X ثاني أو فيه مومنتم في اتجاه الـ X لا ابتدأ صف المعادلة بتاعتي يبقى أنا عندي هنا A في V A1 V1 V2 V2 بتساوي Q يبقى تساوي ناقص رو Q V1 زائد رو Q V2 كوزين سيتا طب ما أنا عندي رو في الـ Q هي الـ M. يبقى مينس M.V1 بلاس M.V2 كوزين سيتا لو خط مينس M. عامل مشارك هيديني V1 ناقص V2 كوزين سيتا يبقى ده في حالة إذا كانت V1 تختلف على V2 طب في حالة لما يكون السطح ناعم بيبقى V1 هي V2 يبقى Fx ابتدأ أطبق وأعوض هتبقى عندي M.V1 ناقص V1 قد يوعد عامل مشارك هيطلع لي أنه Fx مينس M.V1 واحد ناقص كوزين سيتا وده الفورس طب الفورس وان اللي هي Rx هتبقى رد الفعل بتاعها اللي هي نفس المقدار وعكس الإشارة بتاعتها يبقى منس Fx تبقى M.V1 في واحد ناقص كوزين سيتا وده تبثل فورس بنفس الطريقة اللي جبت بها ال-x direction ابتدأ جيبي ال-y direction تعالى نشوف ال-Fy هل فيه في المدخل ممنطم في اتجاه ال-y direction لا يبقى اللي موجود عندي فيه المخرج عندي وإشارته هذا عندي طلع اللي فوق يبقى إشارته مجابة ماسية مع الكوردنس بتاعتي يبقى ناقص رو V2 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 سين سيتا اللي هي M.V2 سين سيتا وده الفورس ON يبقى الفورس ON surface RY بساو منس Fy بعد ما حسبت ال-Rx وحسبت ال-Ry بجيبي resultant force لهم يبقى ال-Rx عبارة عن الجازر التربيع ال-Rx square زائد RY square طب زاوية ميلها phi d عبارة عن 10-1 RY على Rx وهذه هي الطريقة اللي بتعامل بها مع أي curved surface وأنا بطبق ألاحظ هل السطح سموذ عشان لو السطح مش سموذة بV1 تختلف عن V2 وبالتالي الخطوات بحدد بحدد Rx بحدد Rx Rx بحدد 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 بجيبي resultant force لل root min square value for Rx تربيع plus Ry تربيع and the inclination angle phi equal to 10-1 RY over Rx إن شاء الله نستكمل باقي التطبيقات المحاضرة القادمة موسيقى